السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروى من مطبخ مروى النهاردة نعمل مع بعض الترطية الحلواتية ترطية نص كريمة ونص شوكولاتة بطريقة تزيين مختلفة عن اي تزيين زي الناه قبل كده ان شاء الله تكون طريقة سهلة وتعجبكم بطريقة مختلفة وشكلها تحفة وجميلة جدا بصوا طريقتها سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت خالص خالص وكمان طريقة خبز الكيك النهاردة طريقة مختلفة يعني نخبز الكيكتين شوكولاتة وفانيليا في نفس القالب او نفس الصينية هاوريلكم ازاي تخبزوا الاتنين في نفس الصينية بطريقة سهلة وبسيطة جدا تعالوا بينا نشوف خبزنا الترطية الحلوة ديت ازاي وزي انها ازاي بالطريقة البسيطة السهلة جدا ديت يلا بينا نشوف الطريقة اول حاجة هنا معنا ايه معايا هنا صينية مقاس 24 هدا هنا كده بقطعة زبدة عادي خلص واحطلها ورقة زبدة كده في الارضية بتاعت الصينية طبعا عملنا طريقة الكيك مع بعض كزا مرة فعشان كده مش عملنا معكم وانا اواريلكم بس احنا خبزناهم الاتنين ازاي في نفس الصينية دي ورقة زبدة يعني عاا است كده ارتفاع الصينية بتاعتي واسمت ورقة الزبدة اتنين احني خليتها تخينة شوية يعني بص دول ورقتين زبدة بس اللي اتنين لازقين في بعض هحطوهم كده في ارضية الصينية بحيث ان هي تقسم للصينية جزئين زي ما انتو شايفين كده هسويها وحطها في ارضية الصينية كده بحيث ان هي تقسم للصينية جزئين جزئين جزئ يبقى بانيليا جزئ يبقى شوكولوتا طريقة سهلة جدا جدا وفي الفيديو اللي جاي بعد كده هوريلكم ازاي ان احنا نعمل تورتتين اه تورتة يعني فانيليا وشوكولوتا بس بطريقة خبز مختلفة تماما عندي ايه انا انا عشان اوقف ورقة الزبدة عملت ايه جبت كوبية وحطتها في ظهر ورقة الزبدة علشان اقدر اتحكم ان هي تفضل وقفة يعني وما تميلش وانا بنزل الكيك بتاعي ده الكيك بتاعي اه ان انا خبزت بصقام بتاعه تحفة ازاي طبعا عملنا الكيك مع بعض كزا مرة قبل كده ده بدقيق بيتي عادي ومش بدقيق سبونج اه تحفة جدا جدا وجميل انا على فكرة بحس ان اللي بدقيق البيتي اللي هادي هش جدا جدا عن اللي بدقيق السبونج فمش عارف انتو كمان كده ولا ايه اه بيبهش جدا انا بحس ان الكيك راطب بجد بيدوب كده في البقل لكن اللي بدقيق السبونج بحسه هو هش وكل حاجة بس ما بحس بنفس طروة الكيك البيتي اللي احنا بنعمله بس الطريقتين اه كويسين جدا ونجحين جدا فانا بصوه حطت كده النص الفانيليا وطبعا هعمل النص اللي بالشوكولاتة واحطه سمت التورتوية اهي جزئين جزء فانيليا وجزء شوكولاتة بورقة زبدة حطناها في منتصف الصينية بتاعتي وطبعا احنا انا حطت كده كبايات ورا ورقة الزبدة او اي حاجة تسند ورقة الزبدة يعني علشان ما تميلش وتقبل الكيك في نص الصينية بس خلاص كده كنت حطيت الجزء اللي بالفانيليا وعملت الجزء اللي بالشوكولاتة هتشيل بقى كده عندي الكبايات بس اي كده 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 الورقة خلاص لزقت في الكيك الفانيليا فاثبتت فانا هبتجي حط بقى الجزء اللي بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده هتشيل بقى الجزء اللي بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين اهو هنزله برضو واسويه في الصينية زي ما عملنا في الجزء اللي بالفانيليا بالزبط خلاص كده كنت حطيت الكيك وسويته طبعا هبتجي اي اهبيده كده على الرخيمة كم هبدأ علشان ما يبياش فيه حدة فراغات ولا حاجة بصوا اهو الكيك نص فانيليا ونص شوكولاتة موظبوط بالزبط اللي اتنين قد بعض طبعا وانا باشتغل في الكيك مسخنا الفرن على درجة حرارة مية وتمانين وادخل مية وعشرين وادخلهم على الرف اللي في النص بتقعد تقريبا اه اربعين دقيقة معي في الفرن اهو بصوا اول لما خرجت خرجت الورقة عادي جدا بعد اما هادت يعني خرجت الورقة عادي جدا وهسيبها بقى لما تبرد خلص وهبتجي قلبها عندي على البرد بصوا اهي اهي اول لما هادت اول لما خرجت خطتها كده بفوطة وسبتها لما ايه لما تبرد وبعد اما بردت شلت الورقة زي ما انتم شايفين وبعد كده قلبتها على البرد زي ما انتم شايفين كده وغطيتها بنفس الصينية تاني وسبتها زي انتهى بعد شوية يعني زي انتهى في نفس اليوم لان انا كنت خبزيها الصبح بدري زي انتهى بعد شوية يعني مثلا خبز الكيك الساعة 7 الصبح زي انتهى حوالي الساعة 3 العصر فيعني كانت اخذت وقت كفية بصوا اهيكي كي بصوا ارتفاعها حلو جدا 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 هبتيجي بقى زيناها طبعا عملت الكريمة عملناها مع بعض قبل كده وهكتب لكم برضو في الوصف يعني المقدار بتاع الكيك وبتاع الكريمة قد ايه وهسيب لكم اللينك بتاع الكيك السفنجي البيتي وهسيب لكم اللينك الكريمة في صندوق الوصف بصوا اجي التورتوية جزئين اهي هبتيجي بقى اقسمها بالمنشور اهي حتى هي منفصلة عن بعضها هتلاقوها شبكة في الارضية بس لكن هي من فوق منفصلة هبتيجي زي اقسمها بقى كده بالمنشور بتاعي و اجي الكريمة بقول لكم كريمة فانيليا طبعا وهعمل كريمة شوكنوطة هتدي اقسم الكيك كده بالمنشور الكيكة طبعا ارتفاحها كان عالي جدا والكيك هاش وراطب جدا جدا اه عملت معي اربع طبقات من الكيك بجد كانت تحفة جدا الكيك كان هاش يعني انا بحب الكيك البيتي جدا عن اللي بديقي السبونج بصوا الكيك تحفة زي طبعا الجزئين اللي فوق لقيتهم منفصلين فقسمت كل جزء الواحد وخلاص كده كنت قسمت الكيك بتاعي هتجي حط كده طبقة يعني حاجة بسيطة كده من الكريمة في ارضية القعدة بتاعتي علشان اثبت عليها الكيك اول حاجة هاشتغل بالكيك الفانيليا وبعد كده هاشتغل بالكيك الشوكولاتة بصوا اخر طبقة في الكيك هتلاقيها من فوق كده يعني فيها الحتة دي لازم نقشرها فانا هقشرها كده بالسكينة قشرتها معاكم قبل كده كزا مرة هبتدي اقشرها كلها كده وبعدين احطيها لأرضية القعدة طبعا الجهة اللي احنا قشرنا منها هي اللي هتبقى ملامسة للقعدة بصوا هو التأشير بتاعها على الأرض اهو فهبتدي بقى كده اسئل كيك بتاعي زي ما انتو شايفين كده ده شربات خفيف بارد بابتدي اسئل كيك زي ما قلتلكم او ممكن مية بسكر او ممكن عسل ونخففه عسل نحلي يعني ونخففه بحبة مية اي حاجة من دي تنفع ساقية الكيك بتاعي كده هبتدي بقى حطله طبقة كويسة جدا من الكريم شنطي وهغلف بيها يعني احشي بيها الترطة بتاعتي زي ما انتو شايفين كده لطبقة الكيك كده بنفس الطريقة حط الاول بصوا حتى كريمة هنحط كده طبقة من الكريمة كويسة بعدين حط طبقة الكيك التانية هننسقيها برضو شربات لو فيه اي حاجات قطعت من الكيك عادي بنحطها ونسقيها برضو الشربات وبعدين كده هنحط طبقة الكريمة وهكذا لغاية لما نخلص كل الطبقات بتاعتنا بنفس الطريقة دي تحضيف وبسيطة جداً طبعا الجزء اللي بالشوكولاتة هنعمله نفس اللي عملناه الجزء اللي بالكريمة في الضبط. واخر طبقة ما بنسقاهاش اي حيلا. هنا الجزء اللي بالشوكولاتة برضو اقشرناها وحطناها هنا بقى حطيت حابة جنيششوكولاتة على الكريمة اللي عندي. وعشان تبقى كريمة شوكولاتة يعني وهبتدي اعمل بس الجاء الجزء اللي بالشوكولاتة سقيته نوتيلة متخففها بحبة مية وسقيتي الكيك بتاعي كده وبتديت حط عليه برضو نفس الطريقة آآ الكريمة بتاعت الشوكولاتة بتاعتي كريم شنطي عادي وحطنا له بس حبة جنيه الشوكولاتة وهبتجي آآ اخلصه كله بنفس الطريقة وهسئل كيك بتاعي كله بنفس الطريقة اللي عم نبسته هايزاكوا تشوفوا قد ايه الكيك هاش وانا بضغط عليه طبعا بضغط عليه كده عشان اثبته كله على بعضه زي منتو شايفين كده هبتجي بقى اجلسه من فوق آآ طبعا كل الفراغ اللي بين الكيكتين ده أنا هألزقهم في بعضه بالكريمة وهبتجي اجلسه كله من فوق كده هجلس الجزء اللي بالشوكولاتة الاول وبعد كده هرجع هجلس الجزء اللي بالكريمة زي من شايفين كده عمش كله بالكريمة علشان نجلسه مع بعض كل الكيك كده من بره ومن جوه من قدامه ومن الجنيب كله بالكريمة بتاعتي سوا الشوكولاتة او كده زي ما انته شايفين طبعا الكريمة بكون خلاصة باعمل غيرها بlama كده زي ما انتم شايفين بصوا انا هزي الطبقة اللي من بره او اللي من فوقي هتقيب طبقة سميكة كده عشان لما يجي اسحبها باللسكريبر زي ما انتم شتشوفوا كده تطلع معيه متصوية والكيك من تحت ما يبانش بصوا انا هفضل كده اسحب باللسكريبر طبعا اسحب الجزء الفانيليا الاول بصوا اي زيادات بحطها في عندي في البولة بتاعت الكريمة وهكزا لغاية لما خليها كلها ملساء انا مش بحتاجها تقيب كلها ملساء يعني بالشعرة لان كل دوت الجناب دي كلها تدارى بالشوكولوطة بس يعني الى حد ما يكون شكلها متساوي وحلو يعني زي ما انتم شايفين كده هفضل اساوي فيها كده باللسكريبر لغاية لما تديني سطح مالس يعني وسطح املس كده والجناب برضو ملساء حلوة كده لغاية لما خلصها كلها بنفس الطريقة زواء الجزء الشوكولوطة او الجزء الكريمة زي ما انتم شايفين كده انا بساويها طبعا الاسكريبر لو لقيته يعني فيه كريمة هاخسله بمية دافية ونفضه كده بس وارجع اعمل بي تاني بيديني سطح املس طبعا انا مش عايزها يعني زي ما قلتلكم بالشعرة لان كل الجناب دي هتتساوي بصوا يعني انا ساوتها بس مش لازم بالشعرة عملت حز كده من الكريمة اعلى من الشوكولوطة اعلى من الفانيليا شوية علشان لما الفانيليا اسفاء اعلى من الشوكولوطة والحز باين عشان لما يجي حط فيه جنيش انا حطيت جنيش شوكولوطة كده في كورنيه وقصيته وهبتدي بقى انزل كده الجنيش بتاعي انا حطيته في كورنيه علشان انا مش عايزة الجنيه بتبقى مليانة جنيش يعني اللي هينزل حاجات بسيطة عليها لكن انا عايزة هو السطح بس اللي يبقى عليه جنيش فهبتدي كده رايح جاي بالكورنيه لغاية اما غطي السطح كله بالجنيش بتاعي الشوكولوطة بتاعي وهسيب لكم لينك الجنيش في صندوق الواصفة طبعا انا لسه منزل لكم فيديو جنيش اقتصادي حلو جدا جدا برضو جميل جدا لصب الترط والجتوات والحاجات دي كما انتم شايفين كده صبت كل الجزء اللي فوق كده بالجنيش لغاية لما ايه خلاص اهو عندي هنا بقى ورق زبدة انا قصت الحجم بتاعي الترطية بتاعتي الجنب الواحد الجنب الشوكولوطة قد ايه والجنب الفانيليا قد ايه طبعا الاتنين قد بعد بالضبط وقصت عليهم ورقة زبدة عملت لها كده زي حلزونات كده من فوق يعني نص دايرة وسيحت شوكولوطة بيضة زي ما انتم شايفين كده على حمام مائي وهبتدي بقى اه اه اعمل الشوكولوطة بتاعتي كده افردها على ورقة الزبدة علشان دية اللي هتبقى الشكل اللي هنحطه على جناب الترطية بتاعتي طبعا تقدري تعمليها بورق ترانسفير عادي جدا بس انا عملت بورق الزبدة لانه هو المتاح عند كل الناس بصوا كده ورق ترانسفير او ورق الفاكيوم يعني اه او ورق ترانسفير سادة خالص يعني من غير اي الرسمية بصوا زي ما انتم شايفين كده فردت جزء كبير كده من الشوكولوطة زي ما انتم شايفين وهبتدي ايه طبعا تحطي جزء حلو يعني علشان ما تقباش حتة خفيفة وحتة تقيلة وتتكسر منك زي ما انتم شايفين كده وهبتدي اه حرك بس ورقة الزبدة من على المكان اللي احنا حطيناها عليها علشان اللي احنا لو صدناها زي ما هي كده هتقبى مفيش النص دايرة اللي احنا عملناها من فوق كلها متغطية زي ما انتم شايفين فانا عايز النص دايرة دي تقبى بينها فانا هشيل كده هسحب ورقة الزبدة بالراحة من مكانها بصوا اهي هاي كده علشان الزجزجات اللي انا عملها من فوق دي تظهر وهاسيبها كده لغاية لما تبتدي الجف مش عايزها تنشف لاني لو نشفت وهتجيت اشيلها هتكسر مني كانت الشوكولاتة بتاعتي جفت يا دوبك جفت مش نشفت يعني لسه لينة بس ما بتلزقش في الايد وهبتدي كده شلتها بس كده بالترنش بتاع الجاتو سلقتها من على الرقامة لان طبعا في شوكولاتة على الرقامة فاكيد الورقة لزقا فيها وهبتدي بقى اجابها كده انا لزقتها بس تقريبا الفيديو فصل فاوري لكم انا عملت الشوكولاتة زيها بالزبط ولزقتها زيها بالزبط هاوري لكم بقى لزقت الشوكولاتة زي بصوا شلتها كده ولزقتها زي ما انتم شايفين كده بايداية سكنتها حلو جدا في الترطاية زي ما انتم شايفين كده كريمة تساعد الشوكولاتة ان تساعد في الترطية كيف تساعد الشوكولاتة البني اشيل ورقة الزبدة من عليها اشيل ورقة الزبدة من عليها منتع السهولة ورقة ترانسفير حروف نضع ورقة ترانسفير ورقة ترانسفير الحروف ورقة ترانسفير لكي يبيني الرسمة الحرب نضيفه نضيفه ورقة ترانسفير ورقة ترانسفير وفتحت فتحة صغيرة هبتدي اعمل زجزاج عليها لترطية هبتدي اعمل زجزاج رايح جاي على ورقة الترانسفير ورقة الفاكيوم طبعا دي برضو تنفع تتعامل على ورقة زبدة عادي جدا هبتدي اعمل زجزاج رايح جاي اعملت الاول شوكولاتة بيدة وبعدين اعملت شوكولاتة بني وهكذا وصبتها برضو تجف يدوبك تجف مش تنشف عشان ما تتكسر هبتدي بس كده هشيلها بالسكينة طبعا اي زيادات من الشوكولاتة دي هترو الخامة بتاعتنا نضيفها بنشيلها تاني بنرجع نسياحها تاني اهي شلتها طبعا لسه طريقة يعني مش مش نشفة هبتدي ارف الورق الفاكيوم دوت زي الاسطوانة كده لشان يديني شكل الاسطوانة كده اهو بصو خلاص كده وهسيبه هركنه على جنب بقى وهسيبه ينشف واعمل واحدة زيها بالزبط بس اصغر شوية انا بقى كده اعملت من الكريمة البيضة حطت لها لون احمر وخليتها يعني لو انتاب لون جلة احمر وحطتها كده في كورني يعني وبلبلة كده اللي هي بتعمل الوردة وهبتجي اعمل وردات البلبلة ديت بتاعت المكناة بتاعت البتيفور بصو اجي اللي احنا عملناها بورقة الترانسفير هبتجي كده شلها هفكها كده كنت لزقها بلزقها بس عشان تمسك هفكها وهبتجي احطها على طول على حطت بس الرزدتين كده علشان توقف عليهم الاسطوانة دية اه طبعا دوت يعني شكل ايه؟ شكلي كأنها سلة وبينزل منها ورود وكده يعني شكل الترطية على الشكل دوت سلة وكأنها بينزل منها ورود بس انا عملت الرزدتين عشان اوقف عليهم الاسطوانة وبعدين هبتجي اعمل برقة رزدتات يعني ورود نزلة من الاسطوانة دية نفس الاسطوانة دية اللي احنا عملناها واحدة زيها بالظبط بس اصغر فانا اسمتها اسمتها ايه؟ يعني فتحتها ما خلتاش اسطوانة كده نايمة لا فتحتها ووقفتها توقيف كده جنبها شكلها كان اشيك يعني شكلها كان احلى وهنا عندي نفس الكورنية اللي فيه الكريمة الحمراء هبتجي بقى نزل منهم ورود كده كأن السلة يعني ايه؟ نزل منها الورود دية كده هنطور الورود كده على كل اجزاء الترطية وهبتجي بقى ايه؟ ازجينها بحاجات تليق عليها يعني بكريزبات وحاجات كده زي ما انتو شايفين كده الامع دوت بيعمل شكل الوردة يعني وهبصوا كأن الورود دية نزلة من الترطية نفسها وهنا على الجزء الشوكولاتة هبتجي اكتب اسم البنوتة الجمولة صاحبة الترطية بصوا كده زي ما انتو شايفين كده كتبنا اسم البنوتة كده بالشوكولاتة اللي احنا عملناها صبينوها يعني وهنا كده بدت اوزع واحدات من الكريزب كده في كل وردية وعلى الترطية نفسها وهنا واحدتين من الفلوتس كده يعني باملة الفراغات للحيطة الفضية وكده بحاجات شبه كده بصتوا كريزب بونيو كريزب ابيض وزي ان الترطية بطريقة بسيطة جدا وبما انها بنوتة كده صغلنا حسيت ان الترطية يعني نقصها حاجة فقلت لأ انا هربطها بشريط ستين كده بما انها العيد ميلاد فكان شكلها حلو جدا اديتها شريط ستين جبته يعني لون بيج علشان يقباليق على الترطية نفسها وهنا عملت بالنفس الكريمة الحمرة حطيت عليها حبة كريمة بيضة عشان تديني اللونين كده وعملت بنفس الامع اللي عملنا به الروزيتات اللي فوق عملنا به الجناب بتاعت الترطية وده كان شكل الترطية النهائي يربي يكون عجبكم يربي يكون طريقتي في التنزيين عجبتكم ويكون طريقة سهلة و بسيطة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشيرو سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته